يبدو أن استهداف ميليشيات إيران وأذروعها مستمر في أي زمان ومكان طائرات إسرائيلية تستهدف مبنى مكونا من أربعة طوابق في منطقة تعتبر أمنية بامتياز وتضم سفارتي إيران ولبنان المزة فيلات غربية القصف أدى لمقتل أربعة من قادة وضباط في الحارس الثوري الإيراني في سوريا أبرزهم مسؤول الاستخبارات في الحارس الإيراني المدعو حاج صادق ونائبه ومسؤول استخبارات فيلق القدس في سوريا صادق أميد زادة إضافة لأبي منتظر وهو قيادي في ميليشيا عراقية مدعوم إيرانيا الاستهداف جاء عبر طائرات حربية إسرائيلية وعدد من الصواريخ ضربت اجتماعا لوحدة استخبارات الحارس الثوري في المبنى المستهدف داخل دمشق والذي دمر بشكل كامل تكثر الاستهدافات لمسؤولين في الحارس الثوري الإيراني في الأوينة الأخيرة على الرغم من أن إسرائيل تشن هجومات متفرقة على نقاط الميليشيات الإيرانية في سوريا ولبنان منذ توسع نفوذ إيران وميليشياتها في سوريا عام 2011 حينما أفسح النظام السوري المجال لها بهدف بقائه في السلطة ليس استهداف اليوم الأول من نوعه فقبل أسابيع قليلة اغتالت إسرائيل القيادية الأقدم في الحارس الثوري الإيراني رضي موسوي بضربة جوية في ريف دمشق وقبل أسبوع أيضا اغتالت إسرائيل القيادية في حزب الله اللبناني والذي جمعته الصور بقاسم سليماني وسام طويل في بلدة خربة سلم جنوب لبنان بعد استهداف سيارته بطائرة مسيرة عقب كل استهداف كانت إيران تهدد وتتوعد برد قاس إلا أنها لم تفعل أي شيء يذكر بهدف عدم التورط في مواجهة مباشرة مع قوات الاحتلال فالمسؤولون الإيرانيون لطالما أكدوا مرارا وتكرارا أنهم لا يسعون إلى توسيع الحرب أما النظام السوري المتغني بالسيادة الوطنية فقد باتت أراضيه تستهدف بشكل شبه يومي من طائرات الاحتلال لكنه لم يتخلى عن خطابه وجملته الشهيرة سنرد في المكان المناسب والزمان المناسب